السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله أخواني متابعين قناة نباتات زينة واليوم إن شاء الله حديثنا رح يكون عن موضوع مهم جدا للأسف كثير مننا يغفل عن هذا الجانب البعض يعتقد أنه فقط الري والتسميد هي عوامل نجاح الزراعة ونغفل عن جانب مهم جدا واللي هو الإصابات الحشرية وكيف نعالجها قبل ما تنتشر وتقضي على نباتاتنا الموضوع اللي رح نتكلم عنه اليوم هو حشرة المن كثير من مواضحة أمامنا بالصورة موجودة بكثرة عن نبات والحشرة هي تنتشر مع بداية فصل الربيع وخلال فصل الصيف في الشتاء الحشرة هي ما تكون منتشرة مثل ملاحظين أمامنا بالفيديو موجود النمل عن نبات مع حشرة المن شو سر الارتباط بينهم؟ السر أنه من أسماء حشرة المن بقر النمل حرفيا النمل يتعامل مع حشرة المن مثل ما يتعامل الإنسان مع البقر يقوم برعايتها وتربيتها لا يحصل منها الفائدة اللي هي اللبن وبقية الأمور الثانية نفس الشيء تماما في علاقة عجيبة موجودة في عالم الحشرات ما بين النمل والمن النمل يقوم بجمع بيوض المن عنده في المستعمرات خلال فصل الشتاء ومع بداية فصل الربيع تكون الحشرات هيخرجت من البيوض يحدد مسارها عن طريق مادة يفرزها ليوجهها للنبات اللي يعني أقرب للمستعمرة وتبدأ تتغذى شو الفائدة اللي يحصلها النمل من المن الفائدة هي المادة العسلية اللي تكون مادة حلوة يفرزها المن أثناء تغذيته عن النبات فالنمل يقوم بالتغذية على هاي المادة طب ليش تسمى بقر النمل لأنه حرفيا لو ما قام المن بإفراز المواد الكافية لتغذية النمل يقوم النمل بحلب حشرة المن عن طريق الضغط على بطنها بقرون الاستشعار الخاصة به لتخرج هاي المادة فالعملية فعليا عملية رعاية عملية حلب وأيضا عملية حماية لهاي الحشرة من الأعداء الطبيعيين واللي أهمهم حشرة أبو العيد أو الدعسوقة رح نتكلم عنها إن شاء الله أيضا في هذا الفيديو فالنمل يقوم بحماية حشرات المن من الأعداء الطبيعيين لذلك الأمر مرتبط فيعني لو حبيت أنك تكافح المن بداية لازم تكافح النمل اللي موجود عندك لو كان في مستعمرات موجودة في المزرعة في الحديقة في المكان اللي أنت موجود فيه النباتات عندك فلازم تكافح النمل لتقلل من أعداد المن وانتشاره أيضا من الأمور المهمة أنه يعني بداية انتشار الحشرة لو ما كانت ظهرة في الأوراق أو في قمة النبات فهي في الغالب تكون موجودة على السطح السفلي لأوراق النبات كيف نعرف أنه موجود عندنا المن؟ مثل ملاحظين طبعا مع بداية براعم التزهير رح تحصل الحشرات كلها موجودة في قمة النبات لو ما كانت موجودة لو لاحظت فيه لمعان بالأوراق فيه مادة لزجة موجودة على السطح الأوراق فعرف أنه حشرة المن موجودة عندك مثل ملاحظين أمامنا في الفيديو حشرة الدعسوقة أو حشرة أبو العيد هي تعتبر العدو الأول والمكافحة الطبيعي الأفضل لحشرة المن طبعا هي تتغذى على النباتات لكن تغذيتها قليلة والفائدة منها أكبر من ضررها واليوم أصلا يتم إنتاجها في مراكز البحوث الزراعية وبيعها للمزارعين في البيوت المحمية وغيرها لتكون مكافح طبيعي وتقلل من استخدام المبيدات الحشرية طبعا أنا ما أنصح باستخدام المبيدات الحشرية لو كان موجود عندك أو لو كنت في بيئة ريفية وموجود هذه الحشرة فالأفضل أنك تعتمد عليها في القضاء على حشرة المن أفضل من أنك تكافحها بالمواد الكيموائية وبالتالي راح تقضي على المكافحة الطبيعي وتقضي على الحشرة بنفس الوقت مثل ملاحظين اليرقات أفضل من الحشرة الكاملة يرقات حشرة أبو العيد تتغذى اليرق الوحدة على ما بين 350 إلى 400 حشرة من فهي شريهة جدا ورح تساعدنا في تقليل عدد الحشرات الحشرة الكاملة طبعا تكون تغذيتها أقل ممكن 70 يعني حد أقصى 100 حشرة من رح تتغذى عليها هذه الحشرة الكاملة لكنها يعني تحط بيوض بكميات كبيرة فهذا السبب يخليها أنه تعتبر من أفضل المكافحين لحشرة المن لو انتشرت عننا الحشرة ما كان متوفر حشرة أبو العيد كنا في مناطق يعني بالمدن ما متوفر حشرات المكافحة الطبيعية لحشرة المن فبداية الإصابة بإمكاننا أنه نجمع الحشرات بمنديل بإمكاننا أنه نستخدم مثلا الرش بمحلول أو سائل غسيل الصحون بكميات بسيطة بحيث أنه ما نضر النبات ممكن نضيف معه ماء دافي وفلفل حار لنقلل من عدد الحشرات لو كان فقط في قمة النبات مثلا في غصن صغير بإمكانك أنك تقطع هذا الجزء المصاب وترميه يعني هاي الأمور المكافحة الطبيعية تعتبر أفضل نخلي آخر خيار هو المكافحة الحشرية لأنه مثل ما ذكرنا استخدام المبيدات الكيموية رح يقتل العداء الطبيعيين ورح يقتل الحشرات هاي فبالتالي رح يكون في عدم موازنة خصوصا لو كان موجود نمل فأنت قضيط على العدو الطبيعي والنمل رح يرجع يجيب لك حشرات المن مرة ثانية لذلك دائما نبحث عن الحلول الطبيعية قبل ما نبدأ باستخدام المبيدات طبعا في وصف الفيديو رح يذكر لكم أهم المبيدات اللي نستخدمها واللي تكون هي آخر خيار نستخدمه ضد هاي الحشرة في هذا الفيديو طبعا أنا حبيت أني أوضح لأن بعض الناس أيضا ما يعرف شكل الإصابة أو شكل الحشرة اللي موجودة عنده ما يعرف شو هي فهذا اللي ظاهر أمامنا اللي شفناه فيه خلال الفيديو حشرة المن يكون لونها أخضر أو برتقالي أو أسود حجمها صغير جدا يعني أيضا من أسماءها قمل النبات يعني أشبه بحشرة القمل لكن حجمها ممكن أنه نشوفه بالعين المجردة مرتبط أيضا مثل ما ذكرنا بالنمل لو وجد فيه عندك نمل يصعد للنبات فاعرف أنه المن موجود أو رح يبدأ بالانتشار عندك فلذلك نقوم بتجهيز أنفسنا لحتى نكافح هذا الحشرة قبل ما تنتشر من الأمور أيضا البسيطة اللي ممكن نستخدمها هو الرش النبات بمرش الماء يعني بحيث ما يكون ضغط قوي يضر النبات وبنفس الوقت بإمكاننا أنه نغسل هاي الحشرات من على النبات لأنه حشرة المن أصلا بطيئة جدا في الحركة ما عندها أجنحة في الحالة الطبيعية فممكن أنه نقضي عليها بهاي الطرق طبعا هي بعدين لو كان التغذية أصبحت قليلة عندها ممكن تنمو لها أجنحة وتبدأ تنتشر لنباتات ثانية وهذا أخواني نكون وصل لنهاية الفيديو إن شاء الله يكون محتوى عجبكم أتمنى منكم تستمروا بدعمنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر